اعلم بك اعلم بك اعلم بك ايه ازاي تكلم عن المدرسة ازاي تقول انا جبت درجة كويسة جبت درجة وحشة ازاي تقول ان انت كتبت النهاردة املاق او كتبت امتحان خليك معايا بعد قليل ان شاء الله هيكون معانا درس جديد من دروس البيئينس وازاي تتكلم عن مدرستك اهلا بك اهلا بيك اهلا بيكي وقبل ما نبتدي طبعا زي ما عاودتكم انزل عالدسكريبشن ونزل الملزمة او المذكرة وما تنساش انك تعفل سابسكرايب لفو عملتش او تعمل لايك وتكتب تعليق في اخر الحلقة موضوعنا النهاردة هو المدرسة دي شولة او ماين شولة كل ما يتعلق عنها المفروض انك تتعرفه انت خلاص دوقتي كبيرت في اللغة وبعيد باينس والمفروض تتكلم بشكل اه اكبر فانا النهاردة عايز اديك اه فوردشاتس عايز اديك كلمات فوكاب انك انت تبدأ تستخدمها في حياتك اليوميا تعال باقي سيدي نشوف معين شولة معين شولة ازاي تقول دلوقتي انا لسه بروح المدرسة انا لسه بروح المدرسة اقول ايش جي تسو شولة ايش جي تسو شولة جيستو نوخ تسو شولة جيستو نوخ تسو شولة ما تعلقش خالص كلنا بقولو ده مكتوب في السكريبت يعني انت مش محتاج ان انت اهيه او ممكن توقف وتكتب بنفسك طبعا زي ما انت تحب جيستو نوخ تسو شولة ياش جي نوخ تسو شولة ممكن تقول لى تسو والشة شولة أو فيلش شوله تو فيلش شوله جيستو إيش جي تو ملاشوله جوت الشوله شلاشوله شلاشوله لو أنت بتعمل كورس هنسميه كورس كورس اللي هو الدورة ماشي؟ الدورة أو الكورس و بيجي معاه فعل إيه؟ الفعل اللي إحنا عارفينه دايماً بمعنى زور فعل بيزوخن يعني اللي منكو دلوقتي بيعمل كورس دايتش هاولو إيش بيزوخي يتس؟ منكو دوايتش قوس ايش بيزوخي يتس؟ منكو دوايتش قوس منكو دوايتش قوس إنجليش قوس كورس لايترين كورس لايترين فيه أنواع من المدرسة أنواع طبعاً كتيرة من المدرسة في ألمانيا أول حاجة في المدرسة اللي بتدأ اسمها هكتبها لك كمان في المذكرة وبعد كده هاوبتشول وريال شول هاوبتشول دي بيخشات طلاب اللي هم ايه بيكونوا متنبئين لهم بمستقبل مش عظيم وانظر فيقوله ده خلاص ياخد هاوبتشول كده زي ما يكون ايه يعني هيخلص العددية ويتكل على الله يشوف له اي حاجة يعملها لانه ايه مش مفتحة ومش نبهان او مش نصحان ريال شول أبشلوس ريال شول دي معناتها انه هو هيعمل بعد كده أوز بلونج تدريب مهني في ألمان بعد كده بقى اللي هم العيال النصحانين الكويسين واتمنى يكونوا تاسعا كل اولاد كل الناس الموجودة في ألمانيا انه هو يروح الجيمنازيوم جيمنازيوم دي لها المدرسة الثانوية ودي طبعا المدرسة اللي بتبتهي بالأبيتور المدرسة الثانوية العامة كان لها فيديو اسمه نظام التعليم بالمدرسة في ألمانيا روح شوفه لما كنت شوفه ده انده يديك معلومات كاملة عن نظام التعليم في ألمانيا داس جيمنازيوم وما تيجي تقول اش جي اوفس جيمنازيوم مينزون جيت اوفس جيمنازيوم يعني بيجروح دلوقتي المدرسة الثانوية العامة دي كلاسة دي لها بالانجليزي جريد أو بها بالعربي بالشامي تولوها الصف انت في صف او بلولا في مصر انت في سنة كام اوكي تسو فيلش كلاسة جيستو اش جي ان دي ارست كلاسة سنة اولى سنة ثانية سنة ثالثة وحتى في المانيا يقولك ارست كليسلة يعني اللي هم الطلاب السنة الاولى تسو فيلش كلاسة وهكذا يبقى كلاسة معناتها ايه الصف او في المصري اللي السنة كام انت في سنة كام وكمان عم نقول الغرفة نفسها اسمها ايه اسمها مش كلوس اسمها كلاسن روم كلاسنت سماء او كلاسن روم دي اللي هيا الفصل unterricht يعني معناته الدرس يعني اللي انت قاعد تعمله في المدرسة ده دلوقتي أو ابنك أو بنتك ده اسمه على بعضه كده الدرس اسمه ايه unterricht 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 bildung معناتها التعليم دي bildung معناتها التعليم طيب دلوقتي كلنا خلصنا وكل تمام وكده اللي احنا تعودنا عليه نقولك بعد ما شاب ودوك كتاب ده غلط طبعا هو اللي اسمه ايه موصلة التعلم اوعى تنتهي خد كرصات طور من نفسك اوعى تقول لك خلاص انتهي التعليم ماشي فانت بتعمل حاجة اسمه فيتا بيلدونج فيتا بيلدونج دي وموجودة يعني ما بتعمل مواصلة التعلم تروح بقى تاخد كرص في الطبخ تروح تاخد كرص في الفوتو شوب كرص في التصوير كرص حاجة مواصلة التعلم او كرص مثلا في المحاسبة كرص في تخصصك اهم حاجة انك بتواصل التعلم فيتا يعني واصل وكمل فيلر مين فينا ما بيعملش فيلر ها مقولة بتتقال يعني ما فيش حد معصوم ما فيش حد ايه معصوم من الخطأ ف يدى مخت فيلر وفيلر كوريجيرن دير ليرر كوريجيرت دي فيلر يعني ايه بيصحح الاخطاء طيب عندك هنا ايه عندنا هنا ايه اه خلينا ابتدي من هنا وبعدك يطلع لك على الافعال عربايت عربايت احنا متعودين ناخدها بمعنى ايه بمعنى شغل لكن عربايت في لغة المدرسة معناتها ايه معناتها امتحان معناتها ايه امتحان يعني مثلا اقول لك ايه ايش هاب مورجن انجليش عربايت او ايش شرايب مورجن ايش شرايب مورجن انجليش عربايت اما تقول لك المدرس كده او تقول لابنك كده معناته ان عندهم امتحان انجليزي الاسبوع ده مش امروحتي هنا الجامعة فلمانيا انا كنت عارف ان كلمة هاوس عربايت دي يعني شغل البيت الطبخ الكوي التنظيف الكنس لك انا مروحة الجامعة اكتشفت دي معناته البحث ان انت بعد ما بتخلص المادة مع الاستاذ في الجامعة بيقولك اعمل لي في البيت دي يعني بحث بتكتبه من 8 صفحة 12 صفحة بتجيب بقى كتب مش تقعد تاخد من جوجل بتجيب كتب وتقعد تاخد وتعمل منها تعمل منها اقتباس تكتب بنفسك موضوع معين ففي المدرسة بيسمو بقى ولكن انتك اللوجل الكشفز وستها اخد دائما فعل وانه افعل ديكتات ديكتات يعني املاء ديكتات يعني املاء كلاوزور هاي هي تسط دول معنامهم امتحان امتحان اوذات معنات مقال agog رakte فيonces fosse ever او اكتب لي مثلا اوذات سورة اوذات سورة يخدمون أفتح الأفعال لديك إرثين يعني ربي إرثين ، إرثوغ إرثوغن يعني مين فات هات مشغوت إرثوغن يعني والدي يالله رحمه رباني كويسة ما تيك تقول كله لدي أفتح مشغوت إرثوغن أمالك دي متى إرثيت إري كندة علينا يعني المات الأم بتربي أولادها الوحدة لرن يعني ذكر أو يدرس بالشامي يعني توتدرس بالبيت ونترشت يعني درس يعني مثلا ما أقوله هر شهاتة unterrichtet Deutsch وستشهاتة بدررس إيه؟ الماني فراو ميلا unterrichtet انجلس للمنهال إيه؟ دير Unterricht unterrichten دير Unterricht unterrichten سيش ملدن يعني معنى إيرفايدك لعرف إيرفايدو يعني معنى إيه ملدن سيش بيته أه وأه وأخذت لك كده يعني يعني ايرفايدك وجاؤب طب نوط نوط دي يعني إيه؟ يعني الدرجة أو العلامة أو التأدير أوكي النوط والنوط في ألمانية بقى هدهم لك نوط بكم أما تقولي شاب أين جوت نوط بكم شابت شلشت نوط يعني جب تأدير حلو أو جب تأدير سيء النوط في ألمانيا بقى نظمون كده أتمنى تشوفوهم هكتبهم لك هو واحد أو اتنين أو تلاتة أربعة الواحد دي يعني زير جوت زير إيه؟ جوت يعني جيد جدا عندهمش مردات بالشرف ولا الحاف الشرف ممكن تقوله مع الشرف اتنين بتبقى جوت يعني جيد تلاتة بيسموها بفريديجيند بفريديجيند بفريديجين يعني مقبول يعني متقدر تقول عليها مقبول يعني they are good جيد جدا جيد يعني جيد وبفريديجن دي مش هنقول عليها مقبول هنقول عليها حسن لأن فيه بعد كده اللي هي دي بيسموها Ausreichend نمر فير دي هتلاقيهم كلهم في المذكرة ما تقلقش وخمسة يعني Mangelhaft 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 دي يعني ضعيف أو راصب أو صائد راصب الكويت يقول لك راصب فالتقديرات في ألمانيا النوتن زير جيد جدا جيد جيد بفريديجن دي يعني حسن أو حسين حسن ما انت عايز Ausreichend دي يعني هنقول عليها هاي ديل هنقول عليها مقبول Ausreichend يعني كافي كافي أو مقبول وخمسة Mangelhaft Mangel يعني يعني عجز أو تقصير يبقى Mangelhaft يعني راصب أو مش ناجح راصب أو مش ناجح عندك دي شولفاشة دي شولفاشة يعني المواد الدراسية دي شولفاشة دي شولفاشة دي شولفاشة مواد الدراسية وخلينا نتناولهم كده مع بعض Religion Religion يعني الدين Religion يعني التربية الدينية وسميةها زي ما انت عايز Ethic في كتير دلوقتي في مدارس قال لك خلاص بلاها religion خلينا نخليها ايه Ethic Ethic يعني ايه يعني الأخلاق مادة الأخلاق اوكي Geishita يعني تاريخ Geishita يعني ايه يعني تاريخ ومتبتج معنا قصة بس دينا معناتها ايه History يعني Erdkunde Erdkunde دي اللي هي Geography بس بيسموها بالألمانية الكلمة المانية Erdkunde يعني علم الأرض او الجغرافيا تقدر تقول عليها Zozialkunde جاي من Zozialkunde اللي هو Society او المجتمع واللي هي ايه اجتماعيات Zozialkunde Verk دي اللي هي ايه بقى Verk يعني عمل و Verk دي يعني الأعمال اليدوية يعني كانوا كده مش حارف لسه مستمرة ولا لا اكيد يعني بيجيب واحد يعلمك انك سيستغلم الشاكوش ازاي تعمل اعمال النجارة ازاي تعمل اعمال اليدوية الاخرى Mathematique وبدأولوها يقول لها Mathematique Mathematique يعني معناتها الرياضيات معناتها ايه الرياضيات Chemie معناتها كيميا Chemie كيميا Biologie يعني احياء او اموات اوكي Biologie الاحياء Physique اللي هي الفيزياء Physique وعندك Burger كوند في الشام بس في مصر ما التربية الوطنية او القومية وهوس Verdeshaft اللي هو بتاع البنات اللي هو اقتصاد منزلي اقتصاد منزلي اتمنى تكون استفدت واتمنى طبعا انك تستخدم كل ده في حياتك اليومية وما تنساش كل اللي انا قلتولك ده موجود في الاسكريبت تحت الحلقة لو كنت اعمل اعمل الان وهشوفك ان شاء الله في حلقة جديدة وما تنساش اكتب لي كل حاجة في تعليق اكتب لي كل حاجة في تعليق وشير الحلقة دي على الفيسبوك او جروبات او اي مكان انت عايزه اشكرك واشوفه في حلقة جديدة تشوز اشتركوا